بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي قناة بسان والكرة الأعزاء في كل مكان في هذا العدد الجديد أتمنى أن ينال أجابكم ابقوا معنا وتابعوه لنهايته نبدأ عدد اليوم بتصنيف الفيفا للمنتخبات والذي صدر اليوم وكما كان متوقع وأشارت إليه كثير من المصادر والقنوات تقدم تصنيف المنتخب الوطني كثيراً وقفزل المركز الواحد والأربع عالمياً متقدم بخمس مراكز كاملة تقدم الخضر في تصنيف الفيفا لهذا الشهر يبدو عادي ومنتظر بعد تحقيقهم الانتصارين في آخر لقاعين تصفويين ضد كل من غني الإسيوائية وليبيريا ورغم تقدم الخضر إلا أن المركز الواحد والأربعون ليس مكانهم الطبيعي المنتخب الوطني مرشح للتقدم أكثر وأكثر مع تربص أكتوبر وإن كان يتحقيق أربع نقاط على الأقل لكن برغم ذلك أنصار الخضر يتمنون تقدم الخضر للوصول لأحسن مركز وصله المنتخب في العام 2015 مع المدرب السابق كريسيان جوركيوف حين وصلنا وقتها للمركز الخامس عشر عالميا نشر موقع سوفا سكور بنسخته العربية إحصائية عن أكثر اللاعبين الذين قاموا بمراوغات في الجولة الأولى لدور أبطال آسيا الدولي الجزائري ولاعب السد الجديد يوسف عطال استطاع كما تشاهدون أن يقتحم الإحصائية حيث قامت بتسع مراوغات كاملة لكن من دون إشارة لنسبة النجاح ولو أنها كانت جيدة على العموم القائمة المفرج عنها ضمت مدافعين فقط عطال واحد من بينهما وهو ما يؤكد قدرات الدولي الجزائري الهجومية على وجه الخصوص يوسف أبهر الجميع بعد ظهره الأول مع ناديه السد في انتظار ما إذا كان سيبرهن أكثر وأكثر مستقبلا ولو أن الأمر سيكون مقتصر فقط على مسابقة دوري أبطال آسيا كما أشرت في عدد أمس لأنه لن يلعب الدوري لغاية الآن على الأقل أعدت صحيفة فوتباي كرانت البلجيكية على يوم الخميس تقريرا مطولا جدا عن الدولي الجزائري ولعب نادي ميشلين الجديد أحمد توبة الصحفة البلجيكية تبدو واتقة جدا جدا من قدرات توبة بعد عودته للدور الذي انطلق منها حيث أكدت الصحيفة السابقة أنه سيعود لسابق عهده مع التألق وسينجح بدون شك مع ناديه الجديد وربما يقوم معهم بموسم كبير أحمد توبة اختار العودة لبلجيكا بعد أن أغلقت أمامه السبل الجزائري سيحاول الارتكاز على تجربته البلجيكية ليس فقط للعودة للتألق لكن أيضا للعودة للمنتخب الوطني فمع تجربة بالعيد الكارثية لغاية الآن وعدم مشاركته مع سانت رود فإن تألق أحمد سيفتح له ببساطة باب العودة للخضرة والمنافسة على مكان أساسي لاحقا في حال نجح في العودة يعتبر نادي كوينس بارك رانجيرس من أبرز الأندية في إنجلترا التي تمنح الفرصة للشباب صحفة النادي قالت أن النادي هذا الموسم يعتبر بيئة خصبة لتألق كثير من اللاعبين الشباب الذين يمكن أن يكون واحد من بينهم إبريتشي إيزي الجديدة من بين كل الأسماء المتواجدة داخل الفريق اختارت صحفة كوينس بارك لاعبين واعدين أحدهما رايان قلي رايان قلي وبحسب المصادر نفسها لاعب ممتاز فنيا أيضا رائع كما أنه صغير في السن ورغم كل هذا استطاع أن يحجز مكانا ضمن المجموعة الفريق الأول وبقليل من الإصرار والعمل هو قادر على اقتحام التشكيل الأساسي للفريق ولما لا التألق بقوة هذا الموسم والتحول للنجم كبير في غضون الموسمين المقبلين المصدر نفسه أشار لأمر مهم ربما يكون سببا في إبعاد قلي عن آخر اللقاءات حيث قال أن اللاعب لم يجدد عقده لغاية الآن والنادي متخوف كثيرا من رحيله مجانا في الصيف وهو سبب يبدو مقنع جدا لإبعاده مع الإشارة أن مدربه سيفوينتس وفي تصريحة إعلامية اليوم ضرر عدم إشراكه في لقاء البالاس قبل يومين بتأبه بعد لعابه مع المنتخب الجزائري في فترة التوقف الدولي الأخيرة نشط لاعب بردر بريمن الجزائري الأصل ندوة تنصح فيه للحدث عن لقاء باير ميونيخ الذي سيقام السبت المقبل في الدور الألماني الندوة كانت عادية وتكلم فيها عن كثير من الأمور التي تخص فريقه لكنه صنع الحدث برده على سؤال أحد الصحفيين الذي سأله هل هو خائف من الخسارة بتسعة أهداف كما خسر عفوا دينامو قبل يومين ضد البايرن ميتشيل فيزر قال أنه ليس خائف بل هو متأكد أنهم لن يخسروا بنتيجة قيلة مثل دينامو زاقراب لكن الأكثر من ذلك قال أنهم لن يخسروا أصلا وفي حال تلقي شيباكيم تسعة أهداف فإنهم سيسجلون عشر الصعف البافارية خاصة اعتبرت تصريحة فيزر وقحة من لاعب سابق للنادي وفيها تحدي كبير جدا لكتيبة فانسون كومباني بعيدا أن تصريحة فيزر في كل خبر أنشره عنه أتلقى العشرات من الأسئلة حول اللغز في عدم استداءه شخصيا سألت المكلف بالإعلام لدى الفاف عن السبب وهل هو إداري أو شيء من هذا القبيل لكنه رفض الرد سألت بعض المصادر القوية في الفاف وسأحصل إن شاء الله على إجابة قريبة جدا رغم أنه لم يظهر بذلك المستوى السيء إلا أن ظهور لاعب الخضرامي بن سبعيني في أول لقاء له في دور أبطال هذا العام لم يعجب صحفة ناديها بوريس دورتموند صحيفة روهر ناخريشتن المقربة من أندية الرؤر قالت في تقليمها لأداء اللاعبين أن مستوى بن سبعيني على وجه الخصوص كان مخيب جدا ولم يعجب أي من الأنصار والصحافة أيضا أرى صحافة بوريسيا وهذه الصحيفة على وجه الخصوص روهر ناخريشتن لم يتغير في بن سبعيني حيث بدأت الهجوم عليه الموسم الماضي مبكرا بالرغم أنه كان أساسي ويلعب بانتظام وها هي تبدأ الهجوم عليه مبكرا أيضا الآن أرامي ليس بيده سوى العمل وتقديم مستوى كبير وتغيير قناعة الصحافة من حوله وإقناع مدربه نوري شهين أكثر وأكثر مضى الصيف كله وانتهت أغلب أسواق الصيفية في أقطار الأرض كلها لاعب الخضر صوفيان في قولي رغم ذلك لم يجد ناديا بعد في قولي مثل والناس قلت من حوله الحلول وغلقت في وجهه الكثير من الأبواب لكن في مقابل كل هذا ما زال هناك بعض الأمل في بعض الدوريات منها المصري حيث كشفت تقارير أن إدارة زمالك تريده مشكلة في قولي مع عرض الزمالك ليس أنه من دوري ليس قوي أو لأنه لن يحصل على المقابل المال الذي يريد كما كان سيحصل لو وقع مثلا في الخليج أو بقي في تركيا المشكلة أن كثير من أعضاء مجلس إدارة الزمالك يرفضون رفضا قاطعا التعاقد مع الجزائر بحجة أنه لاعب كبير في السن ومستهلك ولن يقدم أي إضافة للفريق حتى أنصار النادي يرفضون رفضا مطلقا التعاقد مع في قولي حتى أن منهم من وصفه بالمقلب مطالبين الإدارة بضرورة التعاقد مع لاعبين شباب يعطون للفريق لسنوات عديدة وليس لاعب يبلغ من العمر 35 سنة الوجهات الغريبة للناس التي تكلمت عنها أمس لم تتوقف فقط على أمريكا والمكسيك وأيضا إيران حتى مصر يمكن أن تكون وجهة محتملة للدولي الجزائري حيث كشفت مصادر مصرية أن نادي الزمالك أيضا يرغب في ضمه وقد بدأ التحرك لأجله وبما أنه حر وبما أن الكل يعرف قيمته فإن الكل في النادي مجمعون أنه سيكون صفقة ممتازة عكس في قولي الصحف المصرية تقول أن ضم الناس لن يكون صعب بما أنه ليس باللعب المرتبط وهو لعب حر أما عن راتبه والذي يعتبر المشكلة الأكبر فقيل أنه سيتم عرض 700 ألف أورو عليها وهو راتب لم يحصل عليه من كل العروض التي وصلتهم مؤخرا إدارة الزمالك ترى أن وضع الناس كلاعب حر وشبح قضائه لنصف نوس أبيض قد يدفعه للقبول لكن برغم ذلك الأمر غير رسمي فكما رفضوا الناس عدة عروض وبقي بطالا لأسباب مالية قد يرفض عرض الزمالك أيضا عانى الدولي الجزائر ياسي إبراهيمي من مشاكل كبيرة جدا طيلة الصيف مع إدارة ناديه الغرافة مشاكل امتدت لغاية شطب اسمه من قائمة الفريق التي ستكون معنية بالدوري معنى أنه كان مهدد بموسم شبه أبيض يلعب فقط دور أبطال آسيا الأخبار القادمة من قطر ذكرت أن الجزائري قد يجد النور في آخر النفق حيث قررت الإدارة وبالتشاور مع المدرب إعادة تسجيل إبراهيمي في قائمة الدولي وهذا بعد إصابة اللاعب رودريغو التي تعتبر إصابة قوية أنهت نصف موسمه الأول عودة إبراهيمي ستنقذ موسمه حيث سيعود المشاركة بانتظام وفي كل المسابقات لكنها ستحيي أيضا فكرة عودته للمنتخب الجزائري إبراهيمي أبعد عن آخر تربص للمنتخب بسبب وضعيته مع فريقه لكن بعودته للمشاركة وبانتظام فإن مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش سيفكر في إعادته للمجموعة ولو أن كل شيء أيضا يبقى متعلق بوضع المجموعة عموما مجموعة المنتخب الوطني ستتدعم ببعض الأسماء في الفترة المقبلة وبيتكوفيتش سيقرر وقتها إن كان إبراهيمي قادر على تجاوز هذه الأسماء الشبع والأسماء الموجودة سلفا أيضا أم أن قطار المنتخب قد فاتح نشط مدرب إنتراكت فرانكفورت اليوم الخميس ندوة صحفية للحديث عن لقاء فريقه المقبل في الدور الألماني يوم السبت المقبل ضد بوريسيا مونتشينجلانباخ مدرب إنتراكت دينو طوك مولار تكلم في بداية ندوته عن الغياب الأكيد للعبه الألماني ماريو جوتس وتكلم أيضا عن بديله المحتمل الذي سيختاره طوك مولار لم يكشف بشكل دقيق اسم اللاعب وقال أن اختيار البديل سيرتكز على ماذا سيريد منه وهل سيريد السرعة في اللاعب أم أنه سيريد الاستحواذ وعلى هذا الأساس يقرر صحيفة وست داتش زوتينج الألمانية نقلت التصريحات وقالت أن البدلاء محصورين في عدد معين ويوجد الجزائر فارسي أو فارس شايبي عفوا على رأسهم ما يعزز فرضية عودة شايبي للمشاركة أساسيا مكان جوتس أنه هو من خلفه بعد إصابته في اللقاء الأخير لدى بولسبورغ شايبي بقي بديلا في آخر جولتين من الدور والفرصة أمامه ذهبية للعودة وعليه أن يستغلها إن هي أتتها وإلا فإن وضعه سيزداد سوءا أكثر وأكثر سواء على مستوى نديه أو على مستوى المنتخب الوطني أيضا استأنف الدولي الجزائري رياض محرز تدريباته مع ناديه الأهلي بعد غيابه عنها ليومين محرز كان قد عانى من نزلة برد حادة استدعت غيابه لكن يبدو أنه تجاوزها حيث ظهر في قاعة تقوية العضلات الخاصة بفريقه اليوم ولم يظهر أو في التدريبات الجماعية حيث ولم يظهر الموقع الرسمي للنادي صور محرز مع زملائه في تدريباته محرز الذي يستعد للإحتفال باليوم الوطني السعودي سيحاول العمل بدون شكل لاحق بلقاء ظمك في الدوري يوم غدا الأمر لغاية الآن ليس أكيد لكن بما أنه استأنف العمل فإنه يبقى قادر على المشاركة لقاء ظمك سيكون بالغ الأهمية بالنسبة للجزائري فإما الرد على الجميع وإخراس الأفواء أو الغرق أكثر وأكثر في بحر النقد الذي يوجد فيها ليلة سوداء تلك التي عاشها الدولي الجزائري رامز العربي زروقي زروقي وناديه فينورد واجهوا اليوم نادي بارليفر كوزن الألماني في دور أبطال أوروبا الفريق الألماني كان مرعب حقا وانقذ على الجزائري وزملائه ومزقهم بالكامل في الشوط الأول وأنهاه برباعية كاملة أول ردة فعل قام بها المدرب هي إخراج زروقي بين الشوطين الجزائري كان سيء جدا ولم يكن له أي دور تقريبا كما تسبب في الهدف الأول الهدف الذي انهار بسببه الفريق وهو امتداد لمستوياته الكارثية جدا في بداية الموسم الحالي سواء مع ناديه الهولندي أو مع المنتخب الوطني أيضا فبالمناسبة حتى مع الخضر مستواه متراجع جدا خروج زروقي بين الشوطين وحتى مشاركات طيلة الشوط الأول جلبت له نقدا لاذعا من الأنصار على مواقع التواصل الاجتماعي أنصار فاينورد ليسوا راضين بالمرة عن السفقة منذ الموسم الماضي ويبدو أن زروقي يعطيهم الحق بنقدهم والهجوم عليهم فهو لا يقوم بأي ردد فعل ولا يقدم أي مستوية جيدة فحتى أسوأ اللاعبين بين الوقت والآخر يقدمون مستوى جيد يغطي على مستوياتهم السابقة على العموم سأعود غدا لردات الفعل من الصحافة الهولندية على مستوى زروقي وقت تسجيل حلقة الجزائر الآخر حاج موسى لم يكن قد دخل حاج موسى تجاوز الإصابة وتواجد فيه تشكيلة فريقه على أمل أن يكون قد شارك ولا وغير بعض الشيء من مستوى فريقه الكارثي جدا وترك بصمة ولو أن الأمر يبقى صعب جدا إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله غدا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة